تطلع عقدة أوروبيون إلى الصين وروسيا لمساعدتهم على سد الفجوة في برامج تطعيم الخاصة ببلدانهم وقال المستشار النمسوي سباستين كورتز إن بلده مستعدة لإنتاج اللقاحات الصينية والروسية إذا وافق الاتحاد الأوروبي على ذلك كما قال كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أنجيلا ميركل إنهما منفتحان على استخدام اللقاحات المصنوعة في الصين وروسيا وفي وقت سابق قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين إن عملية تجنيس اللقاحات التي يشهدها العالم اليوم تشبه سباق الوصول إلى الفضاء خلال الحرب الباردة